حتى قبل صدورها الرسم المقرر هذا الأربعاء أثرت رواية خضوع أو استسلام للكاتب الفرنسي ميشيل والباك الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والثقافية باعتبارها تثير مشاعر العداء ضد الفرنسيين المسلمين رواية خضوع تتخيل وصول مسلم الفرنسي إلى منصب رئاسة عام 2022 بعد فوز على منشحة الجبهة الوطنية الفرنسية ماغيلو بان محمد بن عباس رئيس الخامس والعشرين للجمهورية الفرنسية حسب الرواية سيعمل على أسلمة فرنسا إلى حد فرض الحجاب على نساء وسمح بتعدد الزوجات الكاتب الفرنسي المعروف أنه من بين أصحاب المواقف العدائية تجاه المسلمين حيث كان قد وصف الإسلام عام 2001 بأنه ديانة خطيرة وأنه الدين الأكثر غباء دفع بقوة عن رواية على شاشة القناة الفرنسية الثانية ثلاثة وقال إن رواية خضوع ليست هدية عيد الميلاد لإزعيمة اليمين المتطرف بفرنسا ماغيلو بان لأنها ليست بحاجة إليها وفيما ينشغل الرأي العام الفرنسي بالجدل حول الرواية الجديدة للكاتب ميشيل والباكة التي تحذر من خطر الإسلام على فرنسا دع الرئيس الفرنسي فخونسو أولونت في ردها على الرواية دع الفرنسيين إلى عدم الاستسلام لمشاعر الخوف والقلق دع الرئيس الفرنسيين إلى جزائر الخوف والقلق